من بين الجمعيات الخيرية والاجتماعية الناشطة في ولاية وران جمعية طلالة القلب المفتوح للتكفر بالاطفال المصابين بالتشوهات القلبية التي ساهمت في عدة مبادرات منذ ظهور جائحة كورونا حسب تصريحات رئيس الجمعية فيما يلي ناشطات الجمعية منذ جائحة كورونا منذ فبري قامت بعدة ناشطات وهي أولها تعقيم أحياء حي مقراني مراثال بالتنسيق مع بلدية وهران قمنا بتوزيع خمامات يوميا على المغاطنين وعلى رجال الشرطة والحماية المدنية وأطباء كل المستشفيات حتى وصلنا خرجنا لعدة ولايات ولاية مستغاليم ولاية بلعباس سيدي بلعباس ولاية بوشنت بني صاف داما خدمنا مناطق النائية مناطق الدل اللي رأي يذكرها سيد الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفي سياق الآخر تصهر الجمعية على التكفل الاجتماعي والطبي للمرضى عن طريق توزيع الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة نعم كذلك الجمعية عنا رأيت تتكفل بالمرضى خاصة الأطفال المرضى المصابية بأمراض القلب اللي هما بحاجة ماسة لنا باش نوجههم للعمل الجراحية رانا ندلو لهم كم نقولوا لابخيزان شارج دونيوود لاخنا سابن عاكنون في بوسماعيل اللي عادنا اكتداد بززافة على الأطفال احنا كم نقولوا رانا في وهران رانا قادمين لابليبر قاع أطفال تغرب البلاد مع سكر الملغي لزان حتى ملوسيد من الصحراء كما نقولوا رانا ندلو تاني نداءات عبر صفحة الفيسبوك اللي هي كما دعا رئيس الجمعية بمناسبة إعادة فتح المساجد والفضاءات العائلية الوهرانيين إلى ضرورة احترام البروتوكول المقائي أنا نداء المواطنين حنا تعالى هنا في الميدان هنا في سموة أنا في الميدان نداء المواطنين خاصة الولايات وهران يرتزموا التدابير الوقائية هي اللولة يدروا التبعوا جزاهم الله كل خير نحن ما دبينا ما نزيدوش كما نقولوا إحصائيات نحن ما دبينا يقلوا نشكرك أخي الصحفي بمناسبة فتح إن شاء الله كما قلنا غادي يفتحوا اللولة هي بيوت الله لأننا مشتقل لها بيوت الناس تصلي أوقاتها في المساجد وغادي نحلوا الفضاءات الترفيهية كالشواطئ والحدائق للترويج على النفس والمقاهر والمطاعم التدابير الوقائية أخواتنا سهلة غسل يدين اللي بافات ونتبعدوا نديروا تبعوا ميقران ميقران ونص ورب يرفع لنا هذا الوباء إن شاء الله